السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة دي ده من قناة الشارع الالماني مع محمود التلباني النهاردة موضح حلقتنا عن ازاي بتقدم مقابلة للوظيفة بتاخصر كول سنتر فلو انت بتدور على وظيفة كول سنتر وتشتغل براتب اقل حاجة 12000 جنيه نتو وعايز تعرف ايه هي اجراءات الوظيفة اهم الاسئلة فالحلقة دي ليك النهاردة احنا هنتكلم على ثلاث نقط مهمين جدا وهو واحد اهم واكتر الاسئلة اللي بتتسئل في مقابلة الكول سنتر اتنين الشركات بتكون عايزة منك ايه بيقيموك بناء على ايه تلاتة تجربتي انا الشخصية والاسئلة اللي تسألتها في نبزة بسيطة فخلينا نبدأ عشان ما نضيعش وقت موسيقى اهلا بيكم يا شباب مرة تانية اولا انا حابب ابدأ بنفسة بسيطة عن تجربتي انا الشخصية في الكول سنتر وان انا قدمت كم مرة وترفضت وتقابلت وايه بالزبط اللي حصل معي طيب انا اولا كنت طالب في كلية السون سنة اولى تمام كان المرتب طبعا ساعتها مجزي جدا كان حوالي 4800 جنيه انا كنت في اولى ما تفهمش بقى خدتي حس تستماع ومحادسة قلبي جمد قلت لما روح اقدم روحت طبعا قدمت كان ساعتها في ودافون قعدت ودن ثلاث اشخاص قعدوا يشقتوني لبعض طبعا انا مجيبتش كان على سؤالي اللي هو عرف نفسك والبايعات اللي هو اه ايه وطبعا ساعت بس لما خرجت من المقابلة دا ما يقستش مقولتش لا انا الوظيفة دا مش ليا او اللغة دا صعبة او كلام دا كله كررت ان انا اشتغل على نفسي واعرف نقط الضعف اللي فيا بالزبط ايه هي وازاي اعالجها وفعلا بدأت ان انا اروح لزميلي اتعرف عليهم اجانب المان كانوا في كلية القاهرة في جامعة القاهرة قلت لهم انا والله عايز اتعلم الماني وجوتا كان غالي كنت اخدت تقريبا كرسي وجوتا كان ساعتها ب الف وربعمين كينيه وكان الموضوع غالي بالنسبالي فقلت له ايه رايات لو انت تدرس لي او اجيب لك كذا شخص وتدرس لنا وبالزات ان هو اجنبي فالموضوع هيبقى افضل بكتير كمان من جوتا لكن جوتا مكانش فيه غير اتنين بس هما الاجانب مثلا الباقيين مصريين والباقيين مصريين فقلت له انا اعرضت علي الفكرة وافي عملنا الموضوع دواد واشتغلت على اللغة وجبت ناس والموضوع كان كويس وكمان ما قلتش بدفع فلوس وانتجلت ان انا اتعلم مع الاجانب واتعلم منهم بازاي بيدرسو تدفهم اكتر ازاي احب اللغة ازاي اتعلم اللغة رحت عدة حوالي سنة رحت في سنة تانية قدمت فضلت حوالي شهر طبعا ما كان لسه ما كانش في ويف جديدة في خلال الشهر دواد كان انجات الوظيفة في السياحة قمت بقدم فيها وروحت اشتغلت كان حوالي 150 يورو اللغة 3000 جنيه وارتي مفرقتش كتير ابقى في السياحة انا عاديني بنبسط واكل شارج وكل حاجة ببلاش وروحت السياحة وبيت بعمل في الشهر حوالي 6000 جنيه اللغة مكنتش عمري هعملهم في الكول سنتر فالحمد لله المقصود انك انت تسعى وتتعب ربط مشاهدتي حق مجهودك اعمل اللي ربنا هيقدرك عليه ماتي يقسي ماتي يقسي لو ترفضت مرة قدمي التانية وقدمي التالتة انا في المرة التانية ديت طبعا هي بتبقى التوظيف ببقى على كذا مرحلة فاول مكالمة ديت ليه مع الريكروتر اللي هو على التليفون ده الموضوع صعيدي جدا هو بس بيتطمن اذا كنت انت بتتكلم اصلا جيرمان او لا اللي هو عايز يجيب اكبر عدد ممكن وخلاص بعد كده بتروح الشركة بيجيلك حوالي ثلاث مقابلات تاني او حاجة زي كده انا طبعا عنديت في اول مقابلة ديت جوم كالليمون وطنوب والله انا خلاص شغال في السياحة واللي هو يعني مش هينفى عندنا هنزل ده كان بالنسبة لتاني مرضى فما دي يقسى ابدا طيب لما السيحة واعت ورجعت كانت تالت مرضى كنت بقى مقدم في كونسنتريكس ولو عايزين حلقة عن النظام مش ازاي بالزبط من الف للياء في كونسنتريكس بالامتحان اللي على الكمبيوتر اكتبولي في الكومنتز تحت وانا ان شاء الله احاول اجمع لكم اكبر داتا عنها ولو عايزين انا كنت اشغال بالاخص بقسمة اكسبيديا كل الداتا بتاعتها معايا لو حابين او حد مهتم ان هو يشتغل في اكسبيديا اكتبلي او اكتبلي على صفحيتي على الفيسبوك هتلاقوها في اول الكومنتز تحت على اليوتيوب اكتبلي وانا ان شاء الله هبعد لك الداتا كلها طيب روح تقدمت في كونسنتريكس عدت حوالي على اربع انرفيو وفي مكالمة جاتلي من المانيا الموضوع بالنسبة لللي هو انا كان عادي جدا كان الريكروتر واحدة المانية برضو واحدة مصرية قدم الاسئلة ايه 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 اهم نقطة اهم نقطة اللي الشركات بيبصوا عليها الثقة بالنفس انك انت جاي فاهم انت بتدور على ايه يعني مثلا بتقدم على قسم اكسبيديا انت عارف ايه هو اكسبيديا بيعمل ايه القسم ده ويدور حوالي ايه ودي كانت اول اغلطة انا عملتها في اول مقابلة انك كنت رايح مش فاهم ايه حاجة انا بس رايح عايز الاربع تلاف وثمانمت جنيه ما توقعليش دماغ انا عايز الاربع تلاف وثمانمت جنيه بس تمام فالنقطة التانية اللي عايزين اتكلم عنها ايه هي الحاجات اللي الشركات او الريكروتر بيبصوا عليها هي قلنا الثقة بالنفس لازم انتبقى واسق من نفسك ما تخافش لو ما فهمتش او ما سمعتش اسألوا تاني ما فاش مشكلة احسن ما كل دوا تلقى غلط جدا عايز كده تبقى قاعد واسق في نفسك فاهم ما فهمتش تبتلي تحط جمل جانبية اللي هي بس ان عايز تفكر زي دين كده الحاجات اللي هي ما تخلكش تعقل وفي نفس الوقت هو شايفك بتتكلم تمام فدي تاني حاجة تالت حاجة شايفك انك انت منضبط عايز تشتغل فعلا رابح حاجة قلنا عليها انك انت تفهم انت هتشتغل على ايه ايه القسم اللي انت داخل عليه دوت حتى لو نبزع عنه دي تعرفها منين من الريكروتر اللي بيعمل معاك مقابلة في المكلمة على التليفون في اول حاجة خالص تقوله انا ايه القسم اللي انت بتقدم له طب معلش ايه فاهمني كده نبزع عنه عنه ابعث لي لو معاك داتي على الواتساب خش ابحث على جوجل كل ده هيفيدك جدا 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 طيب نيجي للجزء التالت بقى والاخير وهو اهم واكتر اسئلة بتتسئل في مقابلة الكول سنتر بالجيرمان وبالعربي وافضل الاجابات لها فلوس جيتس يا شباب طيب هنيجي الاول سؤال عندنا وهو بيقولك شتيلنزي زيش فوع شتيلنزي زيش فوع اللي هو اعرف نفسك او ممكن يجي يقولك اتسيلنزي ادفاس وبازاش فالسؤال ده تحاول تستغله بنسبة كبيرة جدا لان السؤال دوت مضمون في اي مقابلات مع شركات مصرية طبعا مع الاجانب انا لما جيت قدمت ان اهوت في شركة في المانيا بيبقى الموضوع مختلف شوية ان هم بيضلكش المجال انك تفتح في حاجة ان تحفظها هم هنا اسئلة شوية هو بيسألك على اسئلة معينة وبيحتاج منك اجابات معينة طبعا انا كمصري برضو بحاول الى الوي اللي هم بيديلوا منها الحاجات اللي انا عارفها او الحاجات اللي هي سبتة فعالي طيب فهنا اول سؤال عندنا يقول لك اشتالن زي زي فوة او اتسالن زي ادواس اوبا زي اللي هو عرف نفسك او تكلم عن نفسك فهنقول هنا هوات في الاجابة ديت الخطوات الاتاية للترتيب دوت مين ناما است محمود مين فاميلي ناما است التلباني يعني عمري 24 سنة ما تفضلش تقول ايش بين ايش بين وهكذا حاول دايما يبقى البدايات مختلفة عشان تباين ان انت بروفيشنال تمام وحاول في السؤال دوت تستغله استغلال كبير زي ما قلت لانه هو سؤال مضمون جدا 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 طيب فهنقول بس طبعا هنزود السرعة بقى شوية مين ناما است محمود ومين فاميلي ناما است التلباني 24 سنة تمام بسرعة وف نفس الوقت صوتك واضح علشان تباين لهم ان انت مش بتقول اي كلام وخلاص لا انت واسك من نفسك ثاني حاجة هنضيفها هنقول ايش فين ان كايغو او في اي ان كان بانت ساكن فين يعني انا ساكن في القاهرة ايش بن نوخ اين شتودنت ان دا مثلا الالسون فاكولتات ونشتودية جامانستيك يعني انا لسه طالب دا لو انت طالب هتقول اي لسه طالب في كلية كذا لو كلية مختصة باللغة الالمانية وبدرس علوم اللغة الالمانية طيب او ممكن تقول اشتدير دايتش als fremdesprache لو انت بتدرس اللغة الالمانية كلغة تانية fremdesprache يعني لغة تانية او لغة اجنبية طب لو انت متخرج مثلا من سنة 2018 او من اي سنة هتقول 2018 absolvierte ايش دي الالسون فاكولتات يعني 2018 2018 اتخرجت من كلية الالسون تمام فهتقول 2018 او 2018 تمام absolvierte ايش دي الالسون فاكولتات بعد كده لو انت اتعلمت اللغة مع نفسك فعايز تقول والله انا اعلمت نفس اللغة هتقول اش هاب ميا دويتش باي جبراخت اش هاب ميا دويتش باي جبراخت يعني انا اعلمت تعلمت الالماني بنفسي تمام بعد كده لو انت اخدت كورسات تضيفها طبعا وش هتقوله اش هاب ميا دويتش باي المكان اللي انت اخدت فيه جبراخت عمنا كي سوهيلي كي سوهيلي دي الحاجات اللي انا بتكلمها فانت هتشوف دلوقتي انت بتعرف تتكلم ايه وتقوله هتقوله مثلا اش كان دويتش انجليش اند اعبش اسبراشن تمام طيب بعد كده هتبتدي اضيف الحاجات اللي انت اشتغلتها في حياتك ايا كان باقي هي هتقوله اش هاتي االس دويتش لغة او دا يبا زيت سا جاابايتت يعني لو انت اشتغلت من فترة كمدرس او كمترجم تقول له تمام تاني حاجة هتقول له حاجة نبزة كده هو بسيطة عن العيل عندك وبرضه تزود بها في السؤال زي ما قلت لكم تزود في السؤال لان دايما هم بيعدوا الوقت اللي انت بتتكلم فيه فكل ما المقابلة زادت كل ما يشوفوا انك انت بتعرف تاخد وتدي لما تخش في الشغل وتقعد على التليفون تتكلم مع العميل نص ساعة عشر او عشر دقايق او هتتكلم مع العميل قد اي اي انا كانت فيه كيزز بتقعد معي ساعة فتبين له ان انت معندكش مشكلة فهتقول له ايش هبت سفايب غلو دا وان دا اينش فاسطا انا عندي اخين واخت شوف انت عندك ايه وقول لما عندكش فالغي النقطة خالص طيب اخر نقطة عندنا انا حابين نضيفها هتقول ماينا اللي بلينكس هوبيز زند شفامن جيتار شبيلن ميزيك هورن وان بفاعت غاية اسميها السباحة بلعب جيتار بسمع مزيكة واركوب الخيل دا بالنسبالي اكتر من هواية تمام ولكن خب بالك لما هتيجي تقول له مش هورا الميزيك لو هو ريخيم هيقول لك طب ايه الموسيقى اللي بتسمحها طب بتسمحها طب بتسمحها اسمعني مين طب ايه رأيك طب مش فدايما نجحز نفسك لأي حاجة من الحاجات دا اي حاجة انت هتقولها حاول تحط وراها عدة اسئلك دا وببسيطة ممكن يسألها لك تمام يبقى اول سؤال داوت هتقول له في النقطة التالية تخلينا نرجحهم مع بعضينا اول حاجة هتقولي الاسم لعمر ساكن فين لو انت لسه بتدرس او انت خلصت لو انت تعلمت اللغة بنفسك طب لو خدت كورسات تقولها بتتكلم لغات ايه عندك كام اخ او كام اخت حاجة كده هو بسيطة عن النفس دا عن العيلة الهوبيس بتاعتك تمام وبعد كده ممكن تقول له مين ليبنز موتو است دينست است دينست ان شنابس است شنابس يعني اللي هو منهاجي في الحياة هو ان الشغل شغل والهق هق دا القلمان بيقول له كده دا دينست است دينست يعني الشغل شغل شنابس است شنابس اللي هو شنابس يعني اللي هو الخمرة فالمقصود بها اللي هو وقت الهزار والضحك هزار اللي هو وقت الفراغ فراغ نعمل دماغ لمانا تمام دا كان اول سؤال ومهم جدا ومضمون انت برضو حاول تضيف الحاجات اللي عايز اضيفها هتشيل الحاجات اللي هتشيلها بس حاولت اجمع اكبر داتا لكل الناس اللي اتعلم لوحده اللي بزاكر اللي في كلية اللي خد كورسات حاولت اجيب لكم داتا لكم كلكم طب ننتقل على السؤال التاني عشان ما نضيعش وقت السؤال التاني عندنا هيقول لك tweا عورة نعمل يعني اول حاجة لذلك يعني اين تظرقته من المسافة اجازة معين وقت السؤال تاني واحدة من المسافة ستحيل هيقbowsة لماذا تتقدم هذه الوظيفة؟ فأنت هتقول له الإجابة النموذجية وهي الثالثة أريد أن أتمنى أن أكون لدي كاريرة جيدة يعني أنا أتمنى لو يكون لدي كاريرة جيدة أحصل على كاريرة جيدة معكم سواء و أيضًا سألتون أن أتمنى ما أريد أن أتمنى أن أتمنى أن أتمنى تكون لدي كاريرة جيدة وفي أيضًا أتمنى أن أتمنى أن أتمنى أن أتمنى أن أتمنى أن أجنز أكان just me in myinary骬 أن أكبر أيضًا المعنى أن أتمنى أن أتمنى أن أعصاد بي وعندما أحضارствة فيك يعني وصديقي شغال هنا هو القليل من كل الموظفين هنا هو كويسين وكل حاجة ولموظفين ودودين جدا والاحترام جدا بس إجابة بسيطة جدا صغيرة أتلخص الموضوع كل تمام طيب ثالث سؤال هيقول لك إيه ماذا في سواء سواء عنه يوضفون وكذام اليه عن أنتظار بسيطة جدا من أقومون وكمياتك إيه وضفون هي مسترد الموظفين في عالم في فودافون في عام العالم في عام العالم هناك أبدا 35 مليون من الناس التي يعمل في فودافون فودافون نتصب فودافون أيضاً فودافون هي شركة مشهورة جداً وعالمية وليها مكانة مميزة جداً في العالم وبالأخص في ألمانيا لأن في حوالي ما يقرب من 35 مليون من الناس ويستخدم شبكة فودافون فطبعاً دي حاجة مهمة فهي حاجة جلوبة لشبكة عالمية تمام؟ طيب السؤال الرابع عندنا هل ستفعل ذلك هل ستفعل ذلك؟ هل ستفعل ذلك؟ في وقت الامتحانات فأي حاجة هيسألك فيها اللي هو عايز يعرقلك هتقول له إيش هبكاء كاين بوبلاي مددسو أنا ما عنديش أي مشكلة مع الموضوع دو إيش كان دامت سوغشت كومن؟ تمام؟ إيش كان دامت سوغشت كومن؟ معنى اللي هو أنا هقدر أطلع مع دوت أنا هتعايش مع الموكف ما اللي هو يعني إيه بره عندنا كنت طيب السؤال الخامس عندنا هايقول لك من شوق جدا Range من شوق جدا لك Ganze Free يعني عايزين برضو يعرفوا ايه هي نقاط قوتك هتقوله اول حاجة ايش في عدد يعنا بمكتل اشكاية انظر فات ثم انشتاك انتسيلن يعني انا عايز اضيف الانضباط في الموعيد والرعاية او العناية يعني بالشغل لنقاط قوتي ايش غايبة جنس شنال ام كمبيوتر انا بكتب بسرعة جدا على الكمبيوتر هتقوله بعد كده بلاست باكايت اللي هو التحمل عند القدر على التحمل او هتقوله هالو ايش بين بلاست با اللي هو لسه قادر على التحمل قادر اوفنهايت يعني الانفتاح دي بلدو نقطة من نقطة قوتي في انتفوتونكس بابايت شافت اللي هو الاستعداد لتحمل المسؤولية اللي يعني بغايت شافت اللي هو الاستعداد للتعلم او لان بغايت ايش بين لان بغايت اللي هو انا مستعد ممكن تقوله ايش بين هالف سبرايت انا برضو مستعد للمساعدة اللي هو انا بحب اساعد الناس تم فيش كايت او ايش بين تم فيش اللي هو بقدر اشتغل مع فريق تمام كومنيكاتسيونز عند القدرة على التواصل واخر حاجة عندنا كرياتيف اللي هو انا مبتكر كرياتيبيتات اللي هو الاتقار تمام طيب السادس سؤال معنا النهاردة هيقول لك ما هي بقى مقاط ضعفك طبعا انت مش هتقوله مقاط ضعفك ولكن هتضحك عليه بت ركاة كده اوه حوية هتولو نايا ديمة تسقول لهم انجلفuz ان تمنشهم كايه انجل طبيعي ان احنا عندنا اخطار ان احنا بشر مش ملايكة ايه ايش اجبي مينيه جلد غانس او تو شنل اوز يعني انا بأ بأسرب فلوسي بسرعة يعني بسرعة رغيبة دي حاجه وحشي ايش كان مش اوت فارن الحاجات اللي هي الايه اللي بعيدة عن الشغل ما تقولوش والله لا انا مهمل انا ما بجيش الحاجات دات لا انا عصبي نيروس لا ما تقولش حاجات دينهائي تمام طيب سابع سؤال عندنا هيقولك ما هي خدمة العملاء ؟ فهتقولو طيب معناها خدمة العملاء ديت هي الخدمة اللي بالاخص اللي فيهم للتوصيل او اللي هو التصليح اللي الشركة بتقدمها للعملاء بتاعتها جميل ثامن سؤال معنا يا شباب النهاردة اللي هو ماذا تكون ممثل خدمة العملاء ايه هي الكلمة داية هتقولو تمام؟ يعني هو الشخص اللي بيبقى شغل على التليفون وبيساعد العملاء اللي عندهم مشاكل او متطلبات يعني هو بيخلي شكل الشركة كويس لما يكون عندها ممثل خدمة عملاء تمام؟ تاسع سؤال عندنا هو في جين زي متشترس اوم اوم جين يعني يتعامل فهنا السؤال بيقولك انت بتتعامل ازاي مع السترس اللي هو الضغط النفسي او الضغط عموما هتقولو بطبيعة الحال بطبيعة الحال بطبيعة الحال ما بسمحش لنفسي ان انا يجيلي استرس او احصل على ضغط علشان انا ما بصدعش دماغي اشمخ مياه كاين نكوب داية لغة عامية شوية وانا حبيت ان انا اضيفها لكم هنا بالذات علشان دايما لما تضيف عامية للغتك ولكن بنسبة بسيطة طبعا بيبين ان انت اكتر او انك انت تعاملت مع اجانب فيفهم انك انت شخص بالفعل مارست اللغة ديت ومتمكن منها تمام؟ طيب هنقول كمان ايه و الحل الامثل للضغط دوت او التوتر هو القرآن اضو يشير ونلسى قرآن جنس انفخ يعني انا بقرب اسمع قرآن تمام؟ عاشر سؤال عندنا هيقولك ونشتن زي بروفلش انفخ ياغنشتين طبعا ان هنا مفيش قملاوت لان الكيبورد مفيش قملاوت فاعذروني يعني انت عايز تبقى فين بعد خمس سنين مهنيا انت او فزين زي زي انفخ ياغن يعني شايف نفسك فين بعد خمس سنين تمام؟ طبعا ممكن تقوله والله نظري ضعيف فايقولك طبعا السلامة فالاجابة الامثل اللي انا جايبها لكم هنا والسؤال دوت اتسأل لصديق لي فانا حاولت ان اكتب لكم اجابة كويسة لخص السؤال ده كله هتقوله او ياي دي حاجة زي كده حاجة كده تمهيدة الالمان دايما بيقولوها قبل الكلام اللي هو ايه السؤال اللي هو العقيم شوية فيقولك او ياي داس إيه داس إيهجنيش ايه ايه شوية تيبه شوية فعاق يعني دوت سؤال تقليدي صعب دين لأني نيمانت weiß واس قمت ما فيش حاد عارف الهجاي حاد إش عارف الدوني يمخبيرنا ايه أريد أن أحصل على مكانة عظيمة يعني والله أنا أتمنى ولكن أتمنى أن أحصل على مكانة عظيمة مكانة عظيمة يعني حاجة عظيمة حاجة كده فخيمة زي ما بنقول ده الرب بمعنى يحصل على عشان ما نفضلش نقول بكومن 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 دايما هتقوم معين له كده طيب ننتقل إلى السؤال الحداشر انت ليه تتعلم الألماني طبعا انت هنا هتشوف انت ليه تتعلم الألماني وتقول هتقول له دي الحاجات اللي أنا يعني ضيفها لكم دين دويتش است جانس فيش تش وبعد كده تكمل انت ليه تتعلم ألماني وفي جملة انه هو تسبتة عايز اضيفها لكم تقول له اش هب اعوغ دي لايتنشافت فور دي شبراخن الجمعين وفور دويتش بزندرس يعني انا عندي شغف لكل اللغات بشكل عام وبالاخص للغة الألمانية ده بعد ما تقول الكم نقطة اللي انت هتضيفهم الألماني مهم الألماني محتش باس انه عايز اسفر ألمانيا عايز يبقى اشتغل معاكم هنا هوت اي حاجة من الحاجات ديت وفي الاخر تقول له انا والله عندي الشغف لجميع اللغات وبالاخص اللغة الألمانية تمام؟ فدي ليدنشافت يعني الشغف لها توايلايت جميل؟ طيب السؤال اللي انتشر معنا وفي الوقت يعني يعني بتعمل ايه في وقت فراغة هتقول له بطبيعة الحال جيت بقى بروح للجيم الحاجات بقى اللي انت بتعملها ايه ايه حاجة بقى اللي انت شوف انت بتعمله في وقت فراغة وتقوله هنا وزي ما قلتلك خلي بالك لما هتقول له باسمع موسيقى هيقولك بتسمع لمن اه الحاجات ديت كلها حطها فعقلك بحيث انك انت تكون اه شامل كل الافكار اللي ممكن تيجي للشخص اللي قاعد قدامك تمام؟ السؤال التلاتاشر معنا هنا هيقولك في تغيفين زي كريتيك السؤال دوت انا تسألته في شركة فودافون على ما اتذكر لهو انت بتقابل ازاي النقطة؟ بتا تقابلو ولا لا انت يعني بتعمل ازاي مع النقطة؟ فانا قلتلو إش هور جانس تسو يعني أنا منصد تماما للشخص دوت den إش respektiere alle Menschen sowie إش akzeptiere gerne die kritiken und wenn die positive ist könnte إش davon lernen wenn die negative ist ignomiere إش die einfach يعني بمعنى أصح اللي هو أنا بنصد لأن أنا بتقابل كل النقطة وبحتلم كل الناس ولكن النقد دوت لو هو نقد بناء positive إيجابي بقدر أتعلم منه من الممكن أن أنا أتعلم منه لكن لو هو نقد سلبي ليس على هوايا فبكل بساطة يعني بتجهل ودي أنسب إجابة أنا لقيتها وتسألت وجاوبتها في الكنسنتريكس في آخر وظيفة لها فأنا شايفها اللي هي إجابة نموذجية لو أنت شخص عالي جدا ومسلم هتنتقدني انتقدني جميلي طيب السؤال رقم 14 يقول لك اتسلين سي uns اين جدشت او اين فيلم تمام طبعا إنت لو شايف فيلم عايز تلخص فيلم لو فيه فيلم انت حابه هتتكلم عنه وأنا هكتب لكم دلوقتي أو هقول لكم بعض الجمل اللي ممكن تقدر تساعدكم في السؤال دوه فلو هو بيسألك عن قصيدة هتقول له داس جدشت بشتيت او ستسفايشتغوفن أو ان ديزم جدشت هاشت زين زخت يعني بتسود اللي هو الحنين طب لو هو فيلم هتقول له دا فيلم جيت اون الفيلم دوه بيدور حوالين تي هابت بجورن زينت الشخصيات الأساسية في الفيلم دوت يكونوا مثلا هتمقيل له كذا 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 ولو الفيلم دوت قايم على حقيقة على حدث حقيقي هتقول له داس بسيات او او اينا فارن بجيبن هايت داس بسيات او اينا فارن بجيبن هايت تمام يعني دوت قايم على واقعة حقيقية ده حصل بالفعل تمام؟ السؤال لكم 15 عندنا يقول لك كيف تستطيع التعامل مع عميل غطبان؟ وده برضا اتسألته في شركة هنوات ألمانية فالسؤال دوت مهم جدا 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 حطت احتيه كذا خط ليه؟ لان انت فعلا هتواجه السيتيووشن دوت في الشغل فهو ما لازم ان يعرفوا انت ايه ردت فعلا؟ فالاجابة النموذجية للسؤال دوت هتكون استنس فعد اش اين نيه انت بغيشن؟ في البداية كده انا عمريش هقضعه اسيبه يتكلم براحته ودي اهم حاجة عندهم في شركات الكولسنتر ان الكاسمر اللي داخل بيتكلم تسيبه لحد ما يخلص فانت بغيشن لو هو يقاطع شخص يقاطع شخص بالحديث فانت هتقول له اش واد اين نيه انت بغيشن انا مش ها اطعب تمام؟ دان بغيش مال فزوخن اين سو بغيشن بعد كده انا هحاول ان ها دي انا ها بغيشن بغيشن اش ها بزيغيشتش فاشتن االضو هتقول له انا هفهمت حضرتك االضو بعد كده بغي هتختصر المشكلة بتاعتك اللي انت هفهمتها منه ها بنتي اه 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 اصفى بغيشن فور جنومن ومش تنسي اتصر هذا اينا در بايدن بوخنجن اشتنيرن يعني انت حاجست حاجزين ودلوات انت عايز تلغي واحد من الحاجزين دولت فهيقول لك يا ريب انت كده الكسمر او الكوند فهم ان انت فهمته وخلاص بتشتغله في المشكلة وبعد كده هتكمله بتقول له خلاص انا احل المسألة بتاعت حضرتك داية بكل سهولة يعني مسألة او اللي هو الاتمام او المطلب بتاعت حضرتك ما تقولش دايما كلمة مشكلة تمام طيب السؤال رقم 16 معانا هيقول لك wie glauben sie das fehlende wesen zu erlernen او wie verbessern sie ihre sprache يعني انت ازاي بتعتقد في اكتساب المعرفة النفسة او بمعنى صح انت ازاي بتحسن لغتك هتقول له انك لا في زي باسند اوبنج ماخدين مايستر يعني من الله يعني واضح ان حضرتك طبعا عارف ان اوبنج ماخدين مايستر يعني بالممارسة بتصنع انك انت تبقى مايستر اللي هو استاذ او يعني متمكن وان لعنتني او اس واني البنادم اللي هو يعود المعلم والسه بيتعلم البنادم هم عمروش هيبطل تعلم او man kann durch hören schreiben lezen sprechen seine sprache oder die sprache verbessern und entwickeln يعني ان المرء يقدر من خلال الاستماع والمحادثة والقرأة والكتابة اللغة يطورها ويحسنها هذا برضو اجابة سهلة جدا وشاملة لكل حاجة تايد سؤال 17 معانا versus the vestigest offending on their sight يعني ايه هو اهم اختراع في وقتنا الحالي فانا عن نفسي السؤال ده برضو كنت جابلي في الامتحان اللي هو الtyping على الكمبيوتر في koncentrix فانا في ممكن المواضيع ديت تجهزها لنفسك ممكن تتكلم عن ال this handy this internet the computer واشوف انت ايه اهم مختراع انت شايفه في البشرية في وقتنا الحالي واتكلم عنه ولو عايزيني اكتب لكم على موضوع من المواضيع ديت هتلاقوني هسيبها لكم على صفحيت اللي على الفيسبوك هتلاقوها في اول التعليق هسيب لكم مقار عن الحاجات ديت بحيس برضو انت لو عايز تبقى حاجة سهلة او تذاكرها او تكتب حاجة يبقاش فيها اخطاء فان شاء الله هسيبها لكم تابعوني على صفحتنا على الفيسبوك طيب السؤال الثمانتاشر Was beer für sie die ideal situational am Arbeitsplatz يعني ايه هي situation النموذي او المثالي لمكان العمل بالنسبالك تمام فانا كنت انا لما تسأل السؤال دوت قلت له mehr ist eigentlich egal denn ich kann mit allem zu recht kommen mehr ist eigentlich egal ich kann mit allem zu recht kommen يعني بالنسبالي مش مهم ان انا انا اقدرة اطلم مع كل شيء تمام انا دايما بحاول اجيب لكم اجابات تكون قصيرة لان الاسقل احنا معنا النهاردة عشرين سؤال فبك اجيب اجابته سيارة واللي هو ما تخلهوش يعرف يسأل اللي هو انت جاوبت له على سؤاله وخلاص وقفلت الباب وراه تمام؟ طيب السؤال رقم 19 معنا هيقول لك يعني بتقدر تحفز نفسك ازاي؟ بتحفز نفسك ازاي؟ هتقول له اي حاجة شوف انت بتحفز نفسك نفسك شوكولاتة قول اي حاجة بسيطة جدا نسافة السؤال العشرين معنا والاخير هيقول لك يعني ايه هو هدفك؟ او انت ناوي على ايه في الحياة؟ نفسك تعمل ايه في الحياة؟ انا السؤال دا وتتسألته في المكالمة اللي هي في التليفون مع الريكروتر فقلت لها يشبه دا جانا اي نجوتي كاريرا كريجن وده فعلا هدفي في الحياة ان انا عندي كارير كويس جدا وان انا اسافر ولف في العالم كله زي ما اقول لك اجابة صغيرة وهي شاملة اخر حاجة بقى تتسألها في المقابلة بيقول لك هاب انسي فعاجة يعني عندك سؤال تمام او مش تنسي فعاجة شتالن عايز تطرح سؤال فما تغلطش وتقول له لا لا حاول دايما تطرح سؤال خليهم يشوفوا انك انت عندك الكدرة انك انت تسأل وتجاوب والكلام دا كله بقى فيه حوار ما صدقت سلام وسلام فتقول لهم كونه كونه تطرح كونه كونه تطرح كونه تطرح ممكن توصف لي يوم نموذجي او نامتي ليوم عمل في الوظيفة دا كونه وتسيبوا الجاوب يبقى انت كده تجاوبته بعد ما يجاوب احبت تعلق فاهمت خلاص خلاص تمام بس كده قوبنا عن اهم عشرين سؤال يتسألون في في شركات الكول سنتر أهم الأسئلة بتتسيل في الانيرفيو بالجرمان وبالعربي وأجابتها النموذجية واتكلمت عن تجربت الشخصية اللي هو ما تيقاسي دايما اسعى ترفضت مرة واثنين وثلاثة ابدأ وكمل ما تقولش لا خلاص اصلا محرق اصلا انا مكسوف تمام ثالث حاجة عارفنا مع بعض الشركات بتكون عايزة ايه من اول ريكروتر بيعمل معاك المقابلة للتي ام او الوبراشن مانجر اللي هو اللي بيوصفك في الاخر وبيختاره فلو عايزين برضو ريديو عن المراحل بالزبط اللي انا مشتها في كونسنتريكس لحد ما اشتغلت انا اشتغلت هناك حوالي سنة ولو انت شغال او انت لسه مبتدي في ترينينج حابب برضو جمل تبقى بتساعدك في الوظيفة اللي هو مثلا لو عايز تقول لحد هحطك على الويتنج شوية عايز اخلص حاجة طب صانيا عشان بحط البيانات على الكمبيوتر طب انا بدور على كذا طب صانيا انا باسألك القسم المختصة سحولك على قسم المختصة الحاجات دي كلها لو حاببين انكم تتعلموا عنها انا برضو معياداتها عنها مجمحة فاكتبوا لي في الكومنتس تحت وانا ان شاء الله هحاول سعيدكم على قد مقدر احنا اخوات طبعا قبل اي حاجة وربنا يوفقنا ويوفقكم جميعا وانا عارف ان ظروف مصر صعبة جدا وكلها نفسها نشتغل فاتمنى ان الحالة دية تساعدتكم ان شاء الله او حتى عنده اي سؤال ما يترددش ويكتب له ان شاء الله لو ربنا هو فاني اقدر اجابه ولو غضط في اي حاجة طبعا اكتبوا لي تحت لو في اي حاجة معلومة انا قلتها اكتبوا لي انا ما عنديش اي مشكلة في اي حاجة اتمنى تكون الحالة عجبتكم في انتيجة الفيديو كيفان انها دون اترسل في مجلية الانتهاس بيتر فرقسنش من يوتيوب كانال سؤال بنيرن يساعد تشوز في الثلاثمان السلام عليكم